السلام عليكم نبدأ ان شاء الله بنظريات النحايات الآن النظريات احنا مروا معنا لما أخذنا النهايات البيانية كنا نحكي عندي مجموعة الاقترانات إذا كان في عملية جمع ما بين قاف وها فالنهاية توزع الطرح إن كان في عدد بخرج خارج النهاية فإذا ميم قاف السين الميم بخرجه خارج النهاية فتصير ميم ضرب نهاية قاف السين إن كانت النهاية عملية ضرب توزع الضرب توزع القسمة بتدخل داخل الجذر لو كان في أس بتدخل داخل الأس بتدخل كل مكان الآن في شغلة مهمة جدا إذا كانت قاف السين أو ها السين هو كثير الحدود كلمة كثير الحدود يعني سين تربيع سين تكعيب ناقص أربعة ناقص خمسة بغض النظر يعني المهم مجموعة السينات كلها أسسها موجبة فكثيرات الحدود عادة بيكون متصلة طبعا إحنا للاتصال لسا ما أخذنا هنأخذه آخر الفصل هذا لكن بشكل عام كلمة متصل تعني إنه النهاية تساوي الصورة فإذا أنا أخذت نهاية قاف السين لما السين تقترب من الألف كإني بحكي هي نفسها قاف الألف فإن أعطاني قاف الألف بعرف إنه هي تساوي النهاية هذا في حالة من الاتصال هذا مهم جدا فأنا أحد الأفكار الشائعة اللي بيستخدموها بهذا الشابتر إنه بيعطيك نقطة مثلا بيعطيك نقطة 2.3 فإنت بتستنتج من هذا إنه شو يعني 2.3 يعني قاف الثنين لأنه السين هي 2 تكافئ ثلاث وإذا كان هذا الإقتران متصل فإذن نهاية قاف السين لما السين تقترب من اثنين هي نفسها الثلاث فإذن أنا استنتجت من إني الإقتران تبعي قطع نقطة معينة وعندي السين وعندي الصاد إنه النهاية تساوي قيمة مين الصاد تمام؟ هذا أول إشي فيه شغلة ثانية برضه بيتكو تاخده في عملية القسمة إحنا متعودين كنا لما نقسم قسمة طويلة نقسم إقتران مثلا نحكي سين تربع ناقص واحد أقسمه على سين ناقص واحد إن طلع الإجابة النهائية صفر فيعني إنه هذا السين ناقص واحد هو أحد عوامل السين تربع ناقص واحد طيب شو معنى هذا الكلام؟ معنى لو مسكنا الصفر هل السين ناقص واحد شو صفر اللي هو الواحد؟ وعوضنا داخل الإقتران الأصلي الإجابة حتطلع صفر فإذن إذا كان السين ناقص واحد أحد معاملات السين تربع ناقص واحد فإذن قاف الواحد يعني لو عوضت الواحد داخل هذا الإقتران اللي هو واحد ناقص واحد حيطيني إجابته شو صفر وكأنك بتحكي نهاية قاف السين طبعا هذا إذا كان الإقتران شو متصل نهاية قاف السين لما السين تقترب من الواحد حيكون جوابه كان صفر فإذن بعض الأشياء هاي بتيجي أحيانا بالسؤال فأنا بستنتج من أنه الكلام هذا هو نفسه النهاية تمام وإذا كان باقي القسمة صفر أو هذا أحد عوامل لإقتران السين تربع ناقص واحد فبعرف أنه لو أخذت شو المسبب للصفر اللي هو الواحد فلو أخذت الواحد وعوضتوا بالإقتران الأصلي فبطلع الإجابة صفر وكأننا بنحكي أنه النهاية لقى في السين لما السين تقترب من الواحد اللي هو سبب الصفر شو إجابته بتكون صفر فهذه بعض الأفكار مهمة جدا يا جماعة بإذن الله بدنا نبدأ إيش بأمثلة كلها بتغطيها الموضوع خلينا أنا أخذ أول مثال وبعدين نتوقف وبالفيديو القادم إن شاء الله منكمل أمثلة أكثر فلو أخذنا مثلا هون إذا كانت نهاية ثلاثة مضروبة في قاف السين تساوي خمسة عشر ونهاية سالة بثنين ها السين ناقص أربعة تساوي عشر فجد أول إش الفرع الأول بده إيش تجد نهاية قاف تربيع السين ناقص ثنين ها تكعيب السين لما سين تقترب من الأربعة هلأ خطوات الحل هنا أول إشي أنا يجب أني أستفيد من المعطيات معطيني نهاية بس مش قاف السين معطيني هلا ثلاث أضعاف قاف السين فلش ما أستغل أنا هذا الكلام وأطلع نهاية قاف السين صحيح؟ فأمسك الآن هون وأجيب أحكي من هذا بده أستدل أنه طالما النهاية اتفقنا أنه العدد بإمكانك تطلعه خارج النهاية فبإمكاني أنا أجي أحكي ثلاثة نهاية سين تقترب من الأربعة لقاف السين صح؟ شو تساوي خمستاش إذن العدد طلعته خارج النهاية الآن عندي ثلاث أضعاف النهاية تساوي خمستاش معناه النهاية كم تساوي؟ أقسم الطرفين على كم؟ على ثلاث على كم؟ ثلاث إذن كم تطلع النهاية؟ خمسة إذن فعليا نهاية تقاف السين لما سين تقترب من أربعة كم يا جماعة؟ خمسة ممتاز؟ طيب نيجي هون هذا نفس الشي أنا في عندي نهاية في عدد مضروب فيها وفي ناقص عدد تمام؟ النهاية توزع على الطرح فإذن هاي بقدر أكتبها بقدر أكتبها نهاية والسالب تنين بقدر أطلعه خارج النهاية فبتصر سالب تنين نهاية ها السين لما السين تقترب من الأربعة اللي سويته مسكت النهاية وزعتها هون وزعتها هون تمام؟ ونهاية سين تقترب من الأربعة لمين؟ للسائل الأربعة طبعا الإشارة الطرح هيها موجودة هون فالنهاية وزعتها على السالب اتنين ها السين لكن السالب اتنين طلعته بره النهاية ونهاية الأربعة طبعا نهاية العدد هي نفسها مين؟ العدد صح؟ إذن هذه بتعطيني الإجابة كم؟ هي كلها إجابتها كم؟ أربعة الآن أربعة وعندي عشرة الطرف الأيسر فبنقول العدد عندي العدد فبتصير عشرة ناقص أربعة صحيح؟ إذن هون بصير عندي عشرة ناقص أربعة وهذه اللي هي سالب اتنين نهاية خليني نزل هذا شوي عشان ما نضيق على أنفسنا ماشي فهونا نروح بحكي إذن النهاية أو سالب اتنين في نهاية ها السين لما السين تقترب من الأربعة تساوي عشرة ناقص أربعة صح؟ لأنه هذي جوابها كم؟ هذي جوابها كان أربعة اللي هذي ناقص أربعة لأن النهاية لالعدد هي نفس العدد فصارت سالب أربعة نقلها للجهة الثانية سيصبح موجب أربعة susp look لأنه هذي أربعة لكن الش wollتها سالبة نقلها سيصبح موجب أربعة عشرة زايد أربعة 14 الآن أقسم على كم على سالب ثنين نروح أقسم الطرفين على سالب ثانين وبقسم الناس على سالب ثنين إذن هنا نهاية تقاف السين لما السين تقترب من الأربعة كم ظهزت خمسة فهاي أول نهاية لقاف السين وهذه نهاية ها السين نهاية ها السين لما السين تقترب من كم من الأربعة كم طلعت طلعت عندي اللي هو 14 تقسيم سالب 2 سالب 7 فإذن هذول النهايتين بمجرد مطلعة النهايات الآن أقدر إيش مباشرة أطلع النهاية هاي طبعا نهاية تدخل داخل التربيع فطالما أنه نهاية قاف السين اللي هي كم 5 فكأنك بتحكي هنا 5 تربيع صح ناقص 2 الآن نهاية بتتوزع النهاية على الطرح بتدخل داخل التربيع فصارت يعني لو بدكم تفصلوها بس أنا للتوضيح قبل ما أكتبت جواب النهاية خليني إيش أجيب هذا الجواب أحطه هون كإني بحكي نهاية قاف السين لما السين تقترب من الأربعة لكل تربيع ناقص اللي صار انه النهاية دخلتها داخل القاف والكل ايش تربيع الان النهاية بدي ايش اعطيها للسالب 2 ها السالب 2 بطلع لبرة صح فبصير نهاية ها السين لما السين تقترب من الاربعة والان طالما ها تكعيب فالنهاية بتدخل داخل التكعيب فبصير هذا كله تكعيب الان هذي جوابها كم خمسة وهذي جوابها كم سالب 7 اذا بس بعود خمسة تربيع لانه فيه تربيع ناقص 2 هاي ناقص 2 هذي اللي هي جوابها سالب 7 الكل تكعيب وانه بتجد الاجابة ما فيه اي مشكلة اللي هي بتطلع 25 ناقص طبعا سالب 7 بسالب 7 موجب 49 ضرب سالب 7 فهوان اذا ما بتعرفوا من ضربها سالب 7 بسالب 63 سبعة بأربعة كم 28 و 6 كم 28 و 6 و 4 و 30 تمام الان 343 و بتكون ايش بالسالب صح؟ فلاحظة انا عندي اصلا سالب هون سالب 2 هذه سالب و عندي هون سالب 2 صح؟ فاذا 25 ناقص 2 ضرب هذا الرقم و بنضرب يعني نحسبها السريع هذا برجع بضرب 2 بتطلع 6 8 6 فبتطلع زائد 6 لانه سالب و سالب موجب 25 زائد هذا الرقم 6 11 2 18 11 6 1 7 و هذا هو الجواب طبعا اي ارقام معقدة يمكن ما يجبوا لكم بالاختبار الرقم معقد اذا ما في حاسبة اذا في حاسبة بسهولة بطلوها الان هذا الفرع الاول الفرع الثاني مباشرة نفس الشي بعوض بدل ما انا اوجع راسي مباشرة باجي بحكي يعني ما بدي اروح و افصل التفصيل هذا مباشرة بحكي نهاية ها السين عندي اللي هي كم؟ فبتطلع جذر التكعيبي ها السين اللي هو سالب 7 فسالب 7 زائد 6 اللي هو سالب 1 نهاية قاف السين كم عندي؟ خمسة فخمسة ناقص 4 صح؟ فسالب 7 زائد 6 اللي هو سالب 1 جذر التكعيبي لسالب 1 سالب 1 على خمسة ناقص 4 و 1 فبتطلع الجواب سالب 1 هذا نهاية هذا المثال المثال القادم ان شاء الله او المحاضر القادم هناخد مجموعة امثلة وحنمشي بالتعقيد وحندخل بعض الافكار اللي ممكن تيجي ايش من تحنات الوزارة تمام؟ فخليكم معنا يا جماعة بشوفكم المحاضر القادمة الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة